اشتركوا في القناة 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 هذا بالنسبة للدرس الاول للفصل الثاني ثم الدرس الثاني والذي تطرقنا اليه وهو او نقول حروف الجر في اللغة العربية اذا تطرقنا الى لنتعرف عليها هنا لدينا صندوق ولدينا كرة اذا الكرة الان هي عند الصندوق عند الصندوق اي بجانبها ولكن بحروف الجر نقول اذا نقول the ball the ball at هنا نحذف هنا at at the box الكرة عند العلبة اذا هي عند هنا عند at معناها عند ثم داخل الكرة داخل العلبة كيف نقولها نقول the ball in the box الكرة في العلبة الكرة في العلبة لدينا on الان الكرة فوق العلبة كيف نقولها باللغة الانجليزية نقول the ball on the box the ball on the box قلنا هنا in معناها في on معناها على اذا the ball on the box اذا الكرة على العلبة لدينا ايضا الدرس الثالث وهو school objects الادوات المدرسية هنا الادوات المدرسية لدينا اول ادات مدرسية وهي school bag school bag معناها محفظة ثم لدينا الرولة 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 وهي المصطرة لدينا الربة الربة او اراسة في الكتاب المدرسي لدينا نقول اراسة وهو او وهي الممحات لدينا اتشاربنة اتشاربنة وهي المبرات المبرات لدينا a book a book وهو ماذا الكتاب لدينا a pencil a pencil قلم او قلم الرصاص قلم الرصاص a pen وهي السيالة لدينا a pencil case وهي المقلمة المقلمة لدينا اخر ادات وهي scissors scissors وهو المقص ايضا لدينا اضافة لدينا copybook copybook وهو ماذا ذكرته سابقا في فيديو وهو كراس كما قلت سابقا لنفرق بين copybook وبوك بوك وهو كتاب كتابك المدرسي نقول عنه بوك ولكن الكراس او الادات التي تستعملها في الكتابة نسميها copybook وهو الكراس اذا هذا هو بالنسبة لدرس ادوات المدرسية علينا ان نحفظ جيدا الكلمات وكيفية كتابتها وترجمتها ايضا فهذا مهم نذهب الان الى الدرس الرابع lesson four lesson معناها درس lesson four لدينا part of my house اجزاء منزلي اذا اليوم او الان سأتعرف على اجزاء البيت في الكتاب المدرسي قد وضع sequence لاجزاء البيت لنتعرف كيف نسمي اجزاء البيت اذا المنزل او البيت في اللغة الانجليزية نقول عنه house او home كلاهما صحيح نقول منزل او بيت ثم ثم لدينا قلنا دائما شرحت سابقا ان الغرفة التي نرى فيها اريكا وطاولة او بدون الطاولة نقول عنها او موجودة فقط فيها اريكا نقول عنها living room او باللغة العربية غرفة الاستقبال living room او نقول عنها الغرفة المعيشة ثم لدينا الغرفة التي نرى فيها طاولة كبيرة لالاكل وعليها كراسي نقول عنها غرفة الطعام باللغة العربية في اللغة الانجليزية نقول عنها dining room اذا غرفة الطعام ثم لدينا الغرفة التي فيها دائما نرى فيها الثلاجة والأواني الى غير ذلك نسميه ماذا kitchen او المطبخ kitchen المطبخ باللغة الانجليزية kitchen اذا المطبخ ثم لدينا هنا عندما نرى أشجار وورود وحديقة ألعاب يمكن أن تكون حديقة ألعاب في المنزل نقول عنها garden garden معناها قلنا حديقة ثم لدينا المرحاة نقول له في اللغة الانجليزية toilet toilet وهو المرحاة ثم الغرفة التي نرى فيها دائما سرير او السرة نقول عنها bad room bad room اذا هي غرفة النوم اذا bad room وهي الغرفة التي نرى فيها دائما سرير اي bad room غرفة النوم لدينا لدينا الحمام ونقول له باللغة الانجليزية bathroom bathroom وهو الحمام الآن نذهب الى الاسئلة المتداولة في جزء my house في الجزء الخاص بمنزلي اولا ask about place of rooms اذا السؤال عن اماكن او مكان الغرف هنا rooms دائما on general اي عامة room هي غرفة ولكن فصلناها لدينا bathroom bathroom living room dining room الى غير ذلك ولكن بصفة عامة room هي غرفة الآن لدينا السؤال الاول where is the kitchen عندما اسأل عن مكان المطبخ اقول where is the kitchen اي اين هو المطبخ بالاجابة نقول the kitchen is is هنا نترك فراغ بين kitchen و is is next to the dining room نستعمل الآن ظرف المكان next to next هنا معناها ماذا بجانب اذا قلت ان المطبخ بجانب غرفة الطعام هنا حدد مكان المطبخ لنرى مثال اخر لدي where is the living room where is the living room اين هي غرفة المعيشة او غرفة الاستقبال اذا الاجابة the living room is opposite the bad room اذا غرفة المعيشة هي عكس او بمقابل هنا opposite معناها معكس في السنوات القادمة ان شاء الله ستتعلمون ما معنى المرادف لها وهي امامة او بالمقابل لها اسم اخر في اللغة الانجليزية نقول opposite وهي معاكس او معاكسة لغرفة النوم اذا opposite هو معاكس او عكس عكس غرفة النوم الان نذهب الى ask about numbers of room in my house الان شخص ما او صديقك يسألك كم عدد الغرف في منزلكم او عدد الحمامات او الى غير ذلك كيف اجيب عن هذا السؤال وكيف اطرح هذا السؤال اذا نقول how many bedrooms in your house كم عدد غرف النوم في منزلكم او في منزلكم كم عدد غرف النوم في منزلكم how many bedrooms in your house الان اذا كان لدينا ثلاث غرف او غرفتان او ثلاث او اربع او خمس كيف اجيب اقول there are هنا قلت انه لدينا ثلاث غرف نوم ما هو الفرق قلت هنا there are three bedrooms ووضعت هنا s لالجمع لنرى اذا كانت لدينا غرفة نوم واحدة اذا اقول there is one bedroom اين هو الاختلاف ممتاز لدينا في الفعل اذا هنا استعملت R لانه ستتعلمون في الازمنة في اللغة الانجليزية كيف سنكتب R او متى سنكتب R عندما يكون لدينا اثنان فما فوق ولكن عندما تكون لدينا غرفة واحدة او شيء واحد اذا there are three bedrooms ثم استعملت s وهي للجمع ثم اقول there is one bedroom هنا اخترت حالتين في حالة اذا كان لدينا اثنان غرفتان فما فوق نقول R ثم نكتب s حتى ولكن لدينا living rooms اذا كان لديكم غرفتان من غرفة الاستقبال نقول two living rooms وسنكتب s في اخر room الان اذا كان لدينا واحدة فقط نقول there is one bedroom لدينا غرفة او هناك غرفة نوم واحدة الان سؤال اخر ماذا لو كنت مع اخيك او والدك وطلب منك يقول لك اين هي امك او اين هو اخوك الصغير كل انواع هذه الاسئلة كيف نجيب عنها السؤال عن مكان شخص ما في البيت كيف نجيب اين امي انا جالسة مع اخي او اختي وسألتها اين هي امي اذا ماذا تقول لي هي في المطبخ اذا اجبت بشي هنا الحالة الاولى اذا سألت عن امي اختي عمتي خالتي الى غير ذلك ما هو الفرق لدينا انثى انا اسأل عن انثى قلت ان she is in the kitchen الان ماذا لو قلت where is رامي رامي هو اسم ذكر انا اسأل عن اخي where is رامي اقول he is in the bathroom هو في الحمام اذا ما هو الفرق بين هتين الاجابتين منتاز لدينا هنا she عادت على المرأة وهي my mother لانها امرأة او انثى قلت she ولكن بما انه لدي هنا رامي ماذا لدي لدي ذكر اقول he is in the bathroom هذا درس بسيط جدا فقط احفظوا انه لالذكر نستعمل he ولكن لالانثى نستعمل she ملاحظة اخرى او معلومة اضافية اذا كان هناك شيء او حيوان مثال لدي قط اسمه ميمو يقول لي اخي where is ميمو لا اقول له he لان اسمه يعود على ذكر وانما اقول it is it is in the bathroom او it is in the bathroom اذا قط هو في الغرفة لذلك الحيوان والاشياء الجامدة لا نقول لها he or she ولكن نقول لها it هذه المعلومة فقط اضافية للامهات يمكنهم ان يعطوها لأولادهم الان نذهب الى اخر درس تطرقنا اليه في sequence او في المقطع my home اذا لدينا lesson 5 الدرس الخامس pronunciation of p and b وهو الدرس بسيط وسهل جدا اذا لدينا pen نقول pen pencil pen قلنا معناها سيالة pencil معناها قلم رصاص copy book لا اقول copy book or copy book هذا خطأ اقول copy book لدينا push copy book قلنا معناها كراس push معناها يدفع اذا نطقها هو p وتكتب بهذا الشكل pa ثم لدينا bush bush ومعناها يجذب اذا b الكبيرة كما هي واضحة هنا دائما تكون الخاصة ب b هاته اذا في بداية الجملة او في بداية الكلمة او في اسماء العلم دائما نبدأ بحرف كبير في b تتغير وتصبح بهذا الشكل اذا كتبتها بشكل مصغر اقول beer وهو الدب اذا beer وكتبناها صغيرة بهذا الشكل bathroom نقول bathroom وليس bathroom bathroom لدينا goodbye لا نقول good pie واضافة انه بالنسبة ل b في البداية نكتبها كبيرا لا نجدها ابدا في وسط الكلمة b كبيرا نجدها دائما small letter اي حرف صغير goodbye اذا نقول goodbye وتكتب بي بهذا الشكل اذا اذن 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 هذه هي المراجعة التي حضرتها لكم ان شاء الله تكون مفيدة لكم ايتها الامهات اذا كان انك اي اقتراح او اي درس غير مفهوم فقط اتركوا لي في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والنقر على الجرس ليصلكم كل جديد باذن الله اذا الى اللقاء goodbye